السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انه ده نشوف موقع مهم جدا للاي حد بعمل بحث علمي اسمه سيرش جيت. ده بتقدر تعمل سيرش على الابحاث في المجال اللي انت متم به. بيجيب لك عدد كبير جدا من الابحاث على مستوى العالم. وفي ميزة يمكن مش موجودة في موقع الابحاث الاخرى. وهي ان انت ممكن تلاقي بحث ما خدش الموافقة او في مشكلة. فالموقع التاني ما بتحطوهش لان هو لازم يكون بحث مواسطة هنا بيسمح بان البحث ما يكونش كامل اللي يتحط عليه. ودي بتبقى ميزة كواسة جدا. ممكن انت بتدور على نقطة رسالة دكتوراه او ماجستير وبش عارف. فممكن تلاقي النقطة دي فيها الراجل ما عارفش يكملها عند ما عارفش يطلع لها حل. لقى المشكلة بس بش عارف الحل بتاع ايه. فانت تروح مكمل المسيرة. وبتلاقي في واحد بشغال في مشروع فكل ما بيوصل لحاجة يعملها. فالتجربة الفشلة دي بيتوفر عليك الطريق. طيب انا هاجي هنا واقل له. لوج ان او جونت فور فري. وتبدأ تكتب البصورة بتاعك. بتمن تسفار. او ممكن تعمل لوج اند من خلال حساب جوجل او الفيس او اللينكد ان. طبعا يفضل لينكد ان لانها هتبقى فيها معلومات علمية غير الفيسبوك بيبع فيها. معلوماتنا اشتاسمة. هنا انت بتتبقى تتبع الابحاث. فيه كم شخص مثلا انت مهتم بيهم. بتعمل لهم سيرش من هنا. تقول له مثلا انا مهتم بشخص ده. فلما بدور على شخص. او على ابحاث او على وظيفة او على اسئلة. يعني ممكن تدور على شخص معين. تقول له مثلا انا مهتم مثلا بواحس محمود. تمام? ده محمود. ده صديق عديز. تمام? فهو الراجل ده مهتم بساستيناباليتي. مهتم بالمودلينج ان سيموليشن. فجميل جدا. اقدر اعمل له متابعة واقدر اشوف الابحاث بتاحته. واعمل له فولو. انا مهتم مثلا بايه? مسلا مهتم بالنقطة الرائنو والجروس هوبر. فاعمل له فولو. تمام? ممكن اجي هنا اشوف المعلومات اكتر. ممكن اشوف انفو عنه. التوبيكس اللي هو مهتم بيها. الخبرات بتاحته. الجواز اللي فاس بيها. اللي اقدر اتصل بيه زي. نعم للتليفون والايميل وكل معلومات ديه. التاريخ العيد ميلاد. السكور. بيبدأ يقول لي بقى بيدي له سكور. حسب عدد الابحاث اللي نشرها. حسب الاسئلة اللي هو تجاوب معاها. حسب الاسئلة الاجوبة اللي هو جاوبها. حسب الفولوورز. فبيبدأ يدي له تقييم. بالشكل دوت. ايه اللي حاجات اللي هو مهتم بيها? طيب ممكن تعمل سيرش مسلا على الابحاث. تقول مسلا انه مهتم بالابحاث اللي بتتكلم في السيفتي. تمام? فيبدأ ايجيب له حاجات كتيرة. فانت تقدر تخصصها بلدنج سيفتي مسلا. او تبدأ اشوف ايه اللي حاجة اللي انت عايز تدور عليها. ممكن تقول له انا عايز تدور في الوظائف. تمام? انت راجل بحث علمي وبتدور على وظيفة في مكان معين. فبتعمل بحث يقول لك فيه وظيفة في المكان الفولين. فتقدر انت تضيف وظيفة. تمام? او ايه تدور على وظيفة ليك. بلدنج مسلا. اه لا خلي اه خلينا ندور في انشوبس بلدنج. تقدر تشوف الوظائف ديت وتقدم فيها. ممكن تقول له انا عايز ادور في الاسئلة. على حاجة معينة. او تقدر انت تدخل تسأل اسئلة معينة. في حاجة مسلا ايه عايز تدور فيها. فتقول له مسلا انا عايز ادخل في كوشن. وتبدأ تسأل. مسلا نسأل في الديزاين. جرافيك ديزاين. تبدأ تحط السؤال بتاعك. والناس تسأل. تجاوب وانت تتفعل معاهم الوظائف لو انت عندك وظيفة. في هنا تنبيهات لو حد مسلا اهتم بالبحث او انت او في حد نشر حاجة جديدة. من الناس انت بتابعهم فيقول لك ايه ايه اخر البحاث فيه رسائل. ممكن تبعط رسائل للناس. مثل الموقع ان هو بشده الفيسبوك تكتب حاجة علمية فهتلاها حد داخل يستظرف. هنا الناس بتتكلم في كلام علمي وكلام كويس. البروفيل بتاعك بتهتم بيه بحس ان ممكن يجي لك وظيفة من خلاله وممكن يجي لك حد يقول لك انا مهتم باللي انت بتعمله. عايز اه اشارك معك في الابحاث او انا وصلت لحاجة عايز اشاركها معاك. تقدر تعمل تضيف اي اه او بوك او شابتر او كود او او داتا او تعمل مشروع زي ما انت عايز. تضيف اللي انت عايزه. مثلا ارتكل. بتبدأ بقى تشوف از كان اتنشر قبل كده او ان انت عايز ترفع الملف فبتقول له ابلود وتختار الملف. وليكن مثلا دوت. تمام فبعد ما بيرفع بتكتب بس بعض المعلومات البسيطة عنه وتروح اعمله بابلش. يبقى كده موجود بحيس اي حد بيعمل سيرش دور عليه هو من ديك كزا متداد تقدر ترفع بيه الملفات بتاحتك. اللي هي خاصة بالمراجع العلمية. تمام? وده هيفيدك ان انت ناس اللي مهتمة بالمجال بتاعك. تعرفك وتعرفه مع بعض. ممكن يجي لك دعوة المؤتمر. ممكن يجي لك وظيفة. ممكن يجي لك حد عايز يخلي الكتاب بتاعك مرجع في البحث بتاعه. وهكذا وبالتوفيق. وان شاء الله يعني الموقع ده ساعيكو في الابحاس ساعيكو باسن الله.